ازايكم انا بتجيلي رسائل متعددة واغلبها على العلاقات بين الزوجين كده انا اصبحت خبيرة في الموضوع ده ومن خلال تجربتي وملاحظتي للاخرين وقرياتي والرسائل اللي جاتني قدرت الاخص بالضبط السبع امور ممكن تكون من مدمرات الزواج فالنهاردة حبيت اشاركم بالسبع مدمرات دول بحيث ان لو موجودة في حياة اي حد فينا نحاول ان احنا نتعامل معاها ونتخلص منها ونقطة مهمة جدا عايزة اقولها في موضوع مدمرات الزواج انه مش لازم ان الجواز ينتهي بالانفصال عشان يكون متدمر ممكن الزواج يستمر لعشرات وعشرات من السنين ومفيش طلاق ولا حاجة مع ذلك هو اصلا شيء مهلل زي اللي بالضبط ساكن في خرابة هو كده بالضبط بدل ما احنا عايشين في بيت جميل اسمه زواج سعيد لا احنا عايشين في خرابة وزواج متدمر اصلا المدمر الاول هو الخلاف في الرأي وانا هنا هو مش بركز على اذا كان في خلاف في الرأي بين الزوجين ولا لأ لان اكيد في مرحلة ما هيبقى في خلاف في الرأي زي ما بيبقى في خلاف في الرأي ما بين الابن والاب الابن والام البنت والام الاخوات مع بعض الموظفين الموظفين والمدراء الجران الخلافات في الرأي شيء وارد جدا 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 وبنشوفه كل يوم في حياتنا ليه بقى لان كل واحد فينا له طبيعة معينة له معتقدات معينة له قناعات معينة بيفضل حاجات ما بيفضلهاش الطرف الاخر مش شرط ان انا رأي يبقى زي رأي جوزي طول الوقت ومش رأي جوزي هيبقى زي رأي طول الوقت وللزوج نفس الحكاية طيب ايه المشكلة ليه ممكن تتحول الخلافات في الرأي دي لمدمرات للزواج عشان ما بنعرفش نتعامل معاها حتت بقى العنجهية من الزوج انا رأي اللي يمشي انتي ما تقوليش رأيك انا اقول رأي الاول وبعدين انتي يمشي عليكي بالجزمة طبعا يعني ده اسلوب مش حلوة خالص حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيعمل كده ابدا ويعني شوفوا تعاملوا مثلا مع السيدة خديجة المشاركة والكلام وسيدة خديجة لو تفكروا كده ليها دور كبير عظيم جدا في الاسلام فتخيلوا لو لو هذه السيدة الرائعة الفاضلة ما كانتش سمعت للنبي عليه الصلاة والسلام واشارت عليه ومش بس كده خديته لابن عمها ورقة ابن نوفل وتكلمه وحكه والكلام ده كله ونبي عليه الصلاة والسلام سامع منه لما الزوج يسمع لرأي زوجته ده ما بياخدش ابدا ابدا من شخصيته ولا من امته حاجة ده بالعكس انا بلاحظ ان الانسان سواء رجل او ست لما بيبقى عندهم نواحي نقص نفسية وحاسين بالنقص جواهم بيتشبازوا قوي قوي برأيهم وما بيبقاش عندهم القدرة انهم يسمعوا للطرف الآخر ويسمعوا اللي هو شايفه ويسمعوا ايه اللي عنده لان كل واحد فينا بييجي لهذه المنظومة اللي اسمها الجواز بخبراته بقناعاته بأفكاره باللي تعلمه وكل واحد فينا له دور وكل واحد فينا ممكن يضيف شيء للعلاقة فالجواز بيبقى مزيج مني ومنه احنا الاتنين مع بعض فالنقطة هنا هي مش وجود خلاف في الرأي بين الطرفين ولا لا هي ازاي بنتعامل مع الخلاف في الرأي وانه كل واحد فينا يتقبل انه يسمع الطرف الآخر بمخ مفتوح وانا ممكن اسمعلك قول زي ما انت عايز هوهوي زي ما انت عايزة لكن في الآخر انا مش هاخد برأيك ولا هعتدي به فكل طرف يسمع للطرف الآخر بمخ مفتوح عشان نفهم عشان نتناقش وشخص يقنع التاني او نتوصل احنا الاتنين لحل يمكن يكون مختلف تماما فاول مدمر من مدمرات الزواج هو التعامل مع الخلافات في الرأي اللي بيننا وبين بعض احنا بقينا في حيز واحد بقينا بننام جنب بعض بقينا بنأكل مع بعض بقينا بنستخدم نفس الحمام بقينا بنستخدم نفس المكان كل واحد فينا جاي بعادات شخصية مكتسبة من العيل اللي تربى فيها من اسلوبه من طريقته هذه العادات الشخصية بتعمل احيانا شرخ بين الزوجين يبتدي كل واحد يقرف من الشخص التاني ده اصل فيها عادة وحشة قوي كذا 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 واصل هو بيعمل حاجة بالضيقين والعادات الشخصية هي بترشمل فيها بقى السلوكيات اللي بنعملها في البيت او ازاي بنزير الحوار بنا او الاهتمام بامور معينة فاذا ما قعدناش مع بعض ونقشنا الحاجات الصغيرة اللي بتنغص حياتنا مع بعض ممكن يزيد الشرخ بين الزوجين وبعد فترة نلاقي نفسنا مش طيقين بعض نهائي خالص وزي ما كررتها لكم في اكتر من فيديو وباكتر من طريقة واكتر من مناسبة ان ربنا سبحانه وتعالى خلق للانسان خمس حواس بنتعامل مع العالم الخارجي وبنتعامل مع الاشخاص اللي حوالينا من خلال الحواس الخمسة دي فنشوف النظر هو شايف ايه وهي شايفة ايه الشام هو شامم ايه وهي شامة ايه اللمس التزوق الامور اللي احنا فيها مع بعض واذا كان فيه حد طرف من الاطراف عنده عادة شخصية سيئة بتزعج الطرف التاني ويصر ان الطرف التاني يتقبله هو انا كده ومش هتغير دي انانية وانانية جديدة اوي 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 وتاني نقص يعني ايه اللي يمنع ان الواحد يغير عادة سيئة فيه عشان اشترف التاني يتقبله ده بالعكس دي فرصة هايلة ان احنا نشوف عيوب بعض ونلفت بعض لسلوكياتنا اللي مش مظبوطة اللي مش حلوة لا انا ما بحبش لما تبقى لابس كده انا ما بحبش لما تقول كده انا ما بحبش لما تعمل كده ويبتدي هو يفكر يغير من لبسه ومن تعاملاته ومن الالفاظ اللي بيقولها من الكلام اللي بيقوله من الحاجات دي ونفس الوضع بالنسبة للزوجة ما يقولها انا بحبك كده انا ما بحبش كيش كده ونبتدي يعني نتغير للاحسن وللافضل مع بعض بدل ما يبقى فيه شخص بيجبر التاني هو انا كده وغزبا عن عينك هفضل كده دي من مدمرات كل واحد فينا بيدخل هذه العلاقة بقرس بحمل هو جاي بيه من ضمن الأحمال اللي بنبقى شايلينها أصدقائنا هو جاي بأصحابه وبشلته وهي جاي بأصحابها وبشلتها وممكن مع بعض كمان نعمل أصدقاء مشتركين يبقى مثلا أسرة صغيرة زميل من سنة زميلي اللي بقينا أصحاب الزوج والزوجة هنا والزوج والزوجة هنا هو وبقينا أصحاب مع بعض طيب تعالوا من الأول نتكلم على الأصدقاء اللي هو القرس اللي احنا جايين بيهم أصلا من حياتنا السابقة اللي قبل الجواز لو أنت مش متقبلة أصدقائه يبقى أنت مش متقبلة لأن كل واحد فينا بشكل أو بآخر صورة من أصدقائه وسي مثلا في صديق أو في صديقة لزوجتك أنت ما بتحبهمش أو أنت ما بتحبهمش ما ينفعش نجبر الطرف الآخر على أنه هو ما يتكلمش مع هذه ما تتكلمش إيش مع الصديقة دي ما تتكلمش مع الصديق ده إذا ما كانش الشخص هيشوف من جوا وأن هذا الصديق تأثيره سيء عليه أو وحش هيبقى فيه نوع من نوع من الضيق ده بيجبرني ده قطعني من صحباتي دي عايزة تبعدني عن أصحابي أنا معادش ليه أصحاب ودي يمكن ظاهرة أنا شفتها واستغربت منها قوي إن فيه أكتر من شخص راجل أو ست يقولولي بعد الجواز اختفوا الأصدقاء ليه؟ يا إما ما ببقاش عندنا وقت إن إحنا نودهم ونزكي هذه العلاقة اللي بيننا يا إما حصل اختلاف ما بيننا وما بين بعض يا إما بقى السبب الثالث أصل جوزي ما بيحبش أصحابي أصل مراتي ما بتحبش أصحابي فكل ما بروح أقابلهم بيحصل كذا وكذا وكذا لازم نتكلم مع بعض ولازم نتفاهم يمكن المشكلة مش في وجود الأصدقاء ولكن الضغط اللي بتعمله هذه العلاقة على جوازنا إن مثلا إنت بتروح تخرج معاهم كل يوم وأنا ببقى عدل وحدي فبدل ما تخرج معاهم كل يوم يا سيدي خصص لي يومين من الأسبوع نقعد فيهم سوا أو إن مثلا الزوجة محتاجة إنها تخرج محتاجة إنها تزور صحباتها محتاجة كذا فبالتالي مهملة في جانب آخر من جوانب حياتها نيجي بقى للأصحاب المشتركين ودول يعني أنا أعتقد إن دول أخطر من الأصدقاء المنفردين إن أنا لي صحباتي وهو له أصحابه لأن الأصدقاء المشتركين أنا ممكن أقول حاجة للزوجة يعني زوجة مع زوجة بأشكلها من حاجة بأقول لها حاجة for sure hundred percent الكلام ده هيروح يتنقل للزوجة يعني أنا زوجة رقم واحد هكلم زوجة رقم اتنين رقم اتنين هتكلم الزوج رقم اتنين جزء والزوج رقم اتنين صاحب الزوج رقم واحد هيبتدي ممكن يتعامل معاه بشكل مختلف يعرف أسرار بيته يعرف عنه معلومات ما كانش مفروض يعرفها والكلام بالعكس كمان ممكن الزوجين يعودوا مع بعض الزوج واحد واثنين يعودوا مع بعض وده يشتكيلوا من مراته دي بتعمل كذا دي بتعمل كذا يروح للست يقول لها للزوجة يقول لها ده مرات فلان الفلان يبتعمل كذا وبتعمل كذا يبقى عرفت عنها معلومة عرفت سر من أسرارها حاجة مش لطيفة في قصتين وحصلوا في حياتي محتاجة أشارككم فيه عشان أدللكم على إزاي إن ممكن الأوضاع دي تبقى مش مظبوطة خالص زوجة صغيرة اتصحبت على مرات مدير جدح كانوا قريبين في السن الأسرتين الرجلين والستتين وبقوا إيه عشان هم قريبين في السن يخرجوا سوا يتفسحوا سوا لكن في العمل في واحد فيهم أعلى من التاني فطبعا الأسرار اللي بتتقال بين الستتين بتروح للمدير أو للمشرف استمرت العلاقة حوالي ثلاث سنين فلما حصل خلاف في الشغل بين الرجالة هذا المدير استخدم معلومات كانت عنده عن أسرار الشخص التاني في إن هو يهجمه أو يخلي موقفه ضعيف في الشغل الموقف التاني ودي برضو حصلت في شركة أنا كنت بشتغل فيها طبعا بنا تقدم لمناقصات وفوجئنا إن الكمبيتر بتاعنا المنافس بتاعنا عارف سعرنا محدش في التيم كان عليه غبار محدش فينا راح باع معلومات مفيش حد فينا ارتشع مفيش حد فينا عمل حاجة زي كده فضل المدير يتتبع المشكلة لغاية ما فوجئ إن المشكلة جاية من عنده هو وكان يعني حزين جدا جدا إن هو بيتباصط مع زوجته بيتكلم معاه وبيقول لها نحن داخلين مقدمين في منقصة لو جات ربحنا فيها هيبقى كذا ومش عارف إيه وبتاعه وأنا جهست التيم كذا بيتكلم معاه الزوجة راحت قالت لصحبتها ده أنا جوزي كذا وكذا وكذا هذه الزوجة جوزها بيشتغل في شركة منافسة لنا فمن المعلومات اللي وصلت له عارف إحنا سعرنا كام وقدر إن هو يضربنا في السعر فالصحبيات المشتركة بتخلي إن فيه مشكلة في الحدود الاجتماعية والشخصية اللي بنعملها بيننا وبين الآخرين فلما يدخل بقى فيها العلاقات الزوجين دول مع الزوجين دول ممكن يكلكع الموضوع شوية فناخد بالنا قوي من تأثير الأصدقاء على جوازنا لإنه ممكن يكون تأثيرهم مداما الوضع هو تأثير تصدفات وكلام الآخر مش كلنا بيتكلم بوضوح وفيه مفهوم غريب قوي 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 هي لازم تفهم من غير ما تكلم ودي فعلا كان فيه رجل يقول لي هي كان لازم تفهم من غير ما تكلم هو ليه ربنا خلق لنا الكلام ربنا خلق لنا الكلام لإن إحنا محتاجين نتواصل مع بعض محتاج أشرح وجهة نظري محتاج أقول اللي أنا عايزه مش لا هي تفهم من نظرة عين تفهم من نظرة عين لما نقعد مع بعض سنوات طويلة قوي فأفهمت الشخص قوي 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 وعرفت عاداته فأقدر أتنبأ بهو عايز إيه من قبل ما يتكلم ويقول ودي محتاج وقت طويل من العشرة وإن يبقى فيه باترن معين في العادات لكن الاثنين لسه بيتعرفوا على بعض أهل زوجين حتى ولوهم معارفين بعض من سنين وبينهم قصة حب أول ما بيبقوا في بيت واحد بيتعرفوا على بعض من جديد فنتكلم نوضح تي بوس تلاقي مثلا ستة مقموصة وملوية أصل هو ما بيخدش باله أصل هو مش عارف إيه اتكلمي قولي ما نخليش فيه لبس وفيه احتمالات وتكهنات وتنبؤات مش محتاجين كل ده نتكلم بصراحة وببساطة بدون تجريح بدون ما نتهم الطرف الآخر إنه ما بيفهمش أو إنه ما بيحسش لأن مع تكرار هذا الأمر زي ما بقول لكم بيبقى فيه شرخ في الزواج ويبتدي يزيد الشرخ يزيد الشرخ حتى لو ما انتهاش إنه إحنا نسيب بعض بنبقى عايشين نعيشة وحشة قوي 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 مع بعض وإن أعدام الثقة وإن أعدام الثقة مش بس يعني اللي هي الثقة الأخلاقية إنه هو بيعرف واحدة تانية أو إنه هي بتكلم واحد تاني إن أعدام الثقة ممكن يشمل حاجات تانية كتير أنا مش واثقة في رأيه أنا مش واثقة في رأيه أنا مش واثقة في قدراته على شيء معين أنا مش واثقة إنها تعرف شيء معين الثقة معناها إن أنا مؤمنة إن هذا الشخص حيديني اللي أنا عايزاه سواء الإخلاص لي كزوجة أو الإخلاص لي كزوج سواء الرأي السليم والرأي السديد سواء التصرفات الصح أو الاحتياجات بتاعتي إنه هو أهالي وانس إن فيه إنعدام ثقة بين الاثنين حيبقى فيه خلل جامد قوي 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 لأن عشان نعوض هذا إنعدام بالثقة يبقى فيه بقى كنترول لأ أنا هتحكم فيك عشان أضمن إن أنت ما تروحش تبصت البر أو إن أنت ما تصرفش الفلوس في حاجة معينة أو إن أنت ما تعملش حاجة معينة أو إن أنت تعمللي اللي أنا عايزه بدرب الجزمة فإنعدام الثقة ده بيعمل شرخ كبير قوي 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 بين الزوجين طيب نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ برضو تاني نتكلم مع بعض نتكلم مع بعض ونبين كل طرف يبين للطرف التاني قدراته واللي هو عايزه واللي هو نفسه فيه وبردو يوضح للطرف التاني أنا نفسي تبقى كذا وكذا وكذا أنا عايزة تبقى كذا وكذا وكذا أنا ممكن أتغير إزاي؟ أنا ممكن أعمل إيه؟ وإن ده ممكن تتغير إزاي؟ وإن ده ممكن تعمل إيه؟ بحيث إن إحنا الاتنين نتلاقى في نص الطريقة ونكمل رحلتنا سوا بدون هذا الشرخ وهذا الصدع في العلاقة اللي بيننا تبقى الزواج هي الطموحات والأحلام المشتركة كل واحد فينا بيبقى جاي له طموح معين له حلم معين عايز يحققه لو أنا ركزت على حلمي وهو ركز على حلمه بتزيد الجاب اللي بيننا بتزيد الفجوة اللي بيننا لأن ما فيش حاجة مشتركة تجمعنا سوا فنحاول نجمع أحلامنا يبقى لينا أهداف مشتركة مع بعض حاجات أنا بحلم أحققها فالطرف التاني يفكر أنا ممكن أساعد ميراتي إزاي؟ أنا ممكن أساعد جوزي إزاي؟ إنه يحقق الأحلام دي أو أحلام مشتركة للأسرة إحنا الاتنين مع بعضين عايزين نعمل كذا إحنا الاتنين عايزين نحقق لأسرتنا كذا فتاني برضو نتكلم مع بعض عن أحلامنا وطموحاتنا المشتركة ولو قدرنا إن إحنا نحول الأهداف والأحلام الفردية دي الأحلام للأسرة كلها هتبقى حاجة كويسة قوي 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 إحنا مش عشان في علاقة واحدة بقى ما عنديش مساحة سواء يعني فيزيكا فعليا أو مساحة نفسية أتحرك فيها من زمان جدا أنا مثلا متعودة إن يكون لي ركن خاص وجوزي له ركن خاص وأولادي كل واحد فيهم دوره ركن خاص ومحدش فينا يروح يلعب في حاجة التاني أو يتجسس عليه أو يدور أو يفتش وراه دي المساحة الشخصية بتاعتي اللي أنا بحس فيها بالحرية كمان خلال اليوم يبقى فيه فترة ولو سغير أن كل واحد يقعد لوحده يريح دماغه وفيه صديقة من صديقاتي تقولي أنا لما لقي نفسي كده خلاص هتخنق أخترع لنفسي أي حاجة أنزل أروح أتماشى للبقال وأنزل أجيبها وارجع ممكن يكون مثلا أنا أخذ نفسي بكتبي باللابتوب بتاعي وأعد في حتة معينة فيه معرفش مفهوم خاطئ جدا جدا أنه إحنا مدام إحنا مع بعض بقت كل حاجة مساحة مشتركة بأن أنا أجي في المساحة بتاعتك وإنت تيجي في المساحة بتاعتي وحتى نفسيا لازم وقتنا كله نقضي مع بعض لازم كل حاجة نعملها مع بعض لما يبقى فيه الاندفيدواليتي دي برضو نقطة مهمة أوي أنا عايز أقولها لكم إن إحنا كل واحد فينا جاي لهذه العلاقة اندفيدوال شخص بذاته كيان متكامل ما بنستناش إن حد يكملنا على فكرة هو إحنا بنيجي بمهاراتنا وأفكارنا والشخص التاني بيجي بمهاراته وأفكار وإحنا مع بعض بنكمل الحياة لكن مش بنكمل بعض كل واحد فينا كامل ربينا سبحانه وتعالى ما خلق ليش نص معدى وخلق في الطرف التاني نص معدى عشان مع بعض نبقى معدى كاملة لأ فلازم يبقى فيه هذه المساحة الشخصية والحرية الشخصية وكل واحد فينا يحترم حدود الطرف الآخر بحيث إحنا ما نخنقش بعض دول السبع مدمرات من مدمرات الزواج اللي أنا حددتهم أكيد يمكن يكون فيه حاجات تانية أنا ما فكرتش فيها ريت تكتبوها لي تحت أحب أعرفها ونتعلم مع بعض ولو فيه حد قابل مدمر من هذه المدمرات يدرى تعملتم عزي نجحتوا إن انتوا تحلوا ولا لأ وإيه كان تأثيروا على العلاقة بينكم أشوفكم المرة الجاية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر